رجل أراد أن يدوس على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل أخذته الملائكة عيانا فياترى من هذا الرجل ركزوا معي أمليح ويا الله بسم الله نبدأ بالقصة هذه القصة حدثت في عاث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أبو جهل عند الكعبة ونزلت الآية الكريمة في صورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم فالجدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تتعه وسجد واقترب اتدق الله العظيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة عند الكعبة فجاء أبو جهل وقال له يا محمد إن سجدت عند الكعبة سوف أدوس على رأسك فلمهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلامه وتوجه إلى الكعبة ليصلي فجاء أبو جهل يهدده من جديد قائلا يا محمد إن سجدت عند الكعبة سوف أدعو الجميع أهل القريش واجعلهم يشاهدون كيف أدوس على رأسك ومرة أخرى لم يهتم له رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منه لينفذ تهديده ولكن فجأة وقف صامتا ساكنا بلا حركة ثم بدأ بالتراجع تعجب أهل قريش من فعله وسألوه يا أبا جهل ها هو محمد ساجد وأنت لم تدس على رأسه فلماذا ترجعت فرد أبو جهل قائلا لو رأيتم ما رأيت أنا لبكيتم دما فقال الناس وماذا رأيت أبا جهل قال اسمعوا جيدا رأيت أن بيني وبينه خندقا من نار وأهوالا لا حول ولا قوة إلا بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا تفسير الأيال الكريمة أمر أبو جهل بدعوة قريش بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فليدعو ناديه صدق الله العظيم فرد عليه رب العالمين إذا جمعت أهل قريش فسوف أجمع ملائكة العذاب لهم نعوك بقوله تعالى سندعو الزبانية فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أسجد ولا تطحه وسوف أحميك لقوله تعالى كلا لا تطحه وسجد واقترب صدق الله العظيم بعد هذه الحادثة جاء رجل إلى أبو جهل يسأله هل محمد صادق أم كاذب قال أبو جهل ويحك والله إن محمد لصادق وما كذب قط سبحان الله إن أبو جهل يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي ولكن لا يريد أن يسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر